السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير طبعا كتير منكم يعرفوا أحمد حسن وزينب عندهم قناة يعني متابعينها كتير ما ننكرش كده والمشاهدات بتاعتها بالملايين والحقيقة الصراحة يعني أنا معرفش ليه ممكن أي حد يتابع أحمد حسن وزينب هل هم بيقدموا محتوى هادف؟ لا هل هم دموم خفيف أو شون في قبول أو تحس بالمتعة وانت بتتباحهم؟ لا الحمد لله يعني أنا بشوف صورهم كده لكن في ناس سبحان الله أول ما تشوفهم كده تحس بحاجز نفسي قوي جدا بينك وبينهم خصوصا لما تعرف ان هم بيستبيحوا كل شيء أحمد حسن آخر فيديو ليه قام بإهانة والدته حتى لو كان بطريق يعني بطريقة الهزار أو بطريقة المقلب تعالوا نشوف وبعد كده نعلق أنا منا أتكلم تسكوتي صحة ولا أشيء لا أنا مالك تسكوتي معلش استمحيني لا أتكلم بقى أه إنت عارفة أنا أنا حب الرودي ده؟ لا ما أتحبوش بس ممكن أتكلم أنا طيب لا لا هي مراتي وانا اللي أقولها هتعمل ما اليوم تعملش هي؟ هتاخد كلام ما هوّم منك ماشي بس دعم؟ يا حبيبي أنا زي أماما ومن حق لما قلّها حاجة ترد يعني رد إيه؟ باحترام أنت ترد عالمي ترد بالإذنب كده؟ بص لا مش هتتكلم معي بالأسلوب ده أنا أتتكلم معي بأسلوب ده بص لا تتكلم معي بأسلوب ده سأرام أنا بص على الشيخ لأني أتكلم معي بأسلوب إيه؟ أقول لك ما احتراما لك فيعني أنت تتكلم بقى معيه طبعا يعني الفيديو تقريبا كان متعشرين دقيقة وكده دي حاجة بسيطة يعني أنا سمعتك نص دقيقة الصراحة وأنا بشوفه يعني أو أنا بشوف الحتة دي أنا مشوفتش أكتر من الحتة دي دمت حرق لأن أي حد حر ما يقبلش أنه هو يعمل كده مع والدته والكلام بتاعي مش موجه لحمد حسن ولا لزينب لأن انتوا لكم تاريخ كبير من الاستباحة من استباحة أي شيء لأجل الوصول للأضواء ولأجل الوصول للمال لكن الكلام بتاعي لأمتابعين المحترمين الذين نظن بهم خيرا الأم دي مرتبة عالية جدا ربنا عز وجل قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وبعد كده بص يفرد الأم بالذكر حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر الحديث المشهور يا رسول الله من أحق الناس بصحباتي يقول أمك ثم من أمك ثم من ثم أمك ثم من ثم أبك العلماء قالوا إن حق قريب الأم مقدم على حق قريب الأب أنت متخيل؟ يعني المحبة بتاعتها وصلة بالشفاعة القريبة يعني لو أن خالك وعمك طلب منك في نفس الوقت طلبا في نفس الوقت ما ينفعش أجمع بين الطلبين لازم أقدم حد على حد ألبي طلب مين؟ يقول لك لبي طلب الخال لأنه قريب من جهة الأم فحقه مقدم وأخر طلب العام لأنه قريب من جهة الأب فحقه مؤخر بالنسبة للايه؟ بالنسبة للأم الأم دي حاجة عظيمة جدا ولا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وقول لهما قولا كريمة حتى لو بيهزار ما ينفعش إلا أنا أدايئة آه ممكن أهزر وهي عارفة لأنا بهزر فنتحك مع بعض إذا كنت متقبلة لكن هي مش عارفة وهي متدايئة وحرق لها أعصابها وبتتخذها دمية أولعوبة للوصول لأغراضك الدنيوية الدنيئة يعني دي حاجة صعبة جدا 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 أسأل الله عز وجل أن يهديكم وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أمهاتنا وأن يرحم من مات منهم وأن يعيننا على برهم إنه لي وذلك والقدر عليه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته